بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية عشر من دورة تعليم برنامج جورد الاحترافية في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتعلم تصميم تقويم كالندر في البداية راح نتعلم نصمم التصميم العام للتقويم والخطوة الثانية إن شاء الله راح نضيف الكالندر التقويم من إدراج أشكال نختار هذا الشكل شكل مربع ونرسم فيه الأسفل مستطيل بهذا المكان وبهذا الحجم وليكن بهالقياس من تنسيق تعبئة الشكل نختار هذا اللون الأخضر ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي نكبر العرض ونضغط كليك أيمن بأي مكان بأطراف الشكل ونختار تحرير النقاط ومن ثم من هالمكان بالثلث الأول طبعا لو قسمنا هذا الشكل إلى ثلاثة أثلاث الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الثالث بهذا الثلث الأول بالطرف الشكل نضغط كليك ونسحب إلى الأسفل نهد الكليك وهذا المقبس نحاول نرفعه إلى الأعلى وهذا المقبس نحاول نرفعه إلى الأعلى ليصبح لدينا هذا الشكل المنحني ممكن أن هذا الشكل نحاول أن نزل قليلا تمام جدا أصبح لدينا هذا الشكل الجميل يوحي إلى الهضبة الخضراء ثم الخطوة التالية إدراج شكل أيضا شكل مستطيل وبهذا المكان ونرسم شكل مستطيل ونحول لونه إلى هذا اللون اللون الصحراوي أو البني الفاتح طبعا نحاول أنه الشكل يكون أكثر من المقاس ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن تنسيق نلاحظ أنه هذا الشكل اللي رسمناه نلاحظ أنه هذا الشكل اللي رسمناه غطى الشكل الأخضر اللي منحنا قبل شوي سويناه فحتى يظهر الشكل الأخضر هذا الشكل اللي هو باللون البني نحاول أنه يكون خلف الشكل الأخضر من خلال تنسيق طبعا نحدد هذا الشكل وتنسيق ونضغط على إرسال إلى الخلف راح نلاحظ أنه الشكل راح يكون إلى الخلف والشكل الأخضر راح يكون إلى الأمام نصغر العرض ممكن نلاحظ أنه الشكل الأخضر صاعد إلى الأعلى ممكن شوي ننزله وهذا الشكل ممكن نقلل حجمه يكون بهالمقاس ممكن أنه نصغر بعد ما يكون مشكلة تمام جدا الخطوة التالية هي إدراج شكل أيضا شكل مستطيل ونرسم بهالمساحة شكل مستطيل ونحاول أن نوسع حجمه ومن تعبئة الشكل نختار مثلا هذا الشكل اللي هو السماء فاتح ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي أصبح عندنا هذا الشكل جميل في هذه المنطقة راح نضيف غيوم حتى نصنع غيمة من خلال إدراج أشكال نختار الشكل مستطيل مستدير الزوايا إذا ما لقينا به المكان راح نلقى به المنطقة نرسم هذا الشكل المستطيل ونحاول أنه من خلال هذه النقطة الصفراء نسحبها إلى اليمين حتى يصبح عندنا هذا الشكل اللي هو مدور الأطراف ومن تعبئة الشكل نختار لون أبيض ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي الخطوة التالية هي من إدراج دائرة نرسم دائرة ومن تعبئة الشكل الأبيض من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي نحاول نكبر حجم الدائرة ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق نضيف إلى هذه الدائرة دائرة أخرى أو ممكن نصغر حجمها شوي ننسخها ونلصقها بالمكان المناظر أصبحت عندنا هذه الغيمة الجميلة طبعا نحدد الأشكال الثلاثة من خلال نحدد الشكل الأول ونضغط على المفتاح شفت ونحدد الشكل الثاني الدائرة والدائرة الثانية والدائرة الثالثة ومن خلال تنسيق تجميع نجمعهن بحيث يصيرا شكل واحد مثل ما تلاعظون صارا شكل واحد ونخلي هذه الغيمة بها المكان ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق نلصقها بهالمكان مثلا بهالمكان ونسخ لصق ونحاول نصغر حجمها قليلا ولتكون بهالمكان ونصير هذه الغيمة الثالثة الخطوة التالية إدراج شكل شكل مستطيل أيضا وليكن بهالمساحة ومن تعبئة الشكل نختار مثلا ممكن أن يكون هذا الشكل من المخطط التفصيلي بلا مخطط طبعا هذا راح يكون لونه جميل الخطوة التالية هي إدراج التقويم طبعا أكو عدي تقويم جاهز أنا إن شاء الله راح أضيفي لكم أياما من خلالي أما من خلال المحاضرة رابط المحاضرة تلقوه بالموقع عن طريق الرقم التسلسلي أو إن شاء الله راح أحاول أرفق الكمية بهذه المحاضرة إدراج صورة طبعا هذا هو التقويم من تنسيق التفاف الناس أمام الناس ونحاول أن نكبر حجمه نكبر الحجم تمام جدا وهذا الشكل ننزل إلى الأسفل بحيث يكون بهالمساحة تمام جدا هذا الغيمة نحاول أنه نخليها بهالمكان هذا الغيمة تكون بهالمكان طبعا مثل ما نوهنا كل ما الأشكال تكون بها عشوائية كل ما تكون أجمل جيد خطوة تالية إدراج دائرة نحاول نرسم دائرة طبعا نضغط شفت ويا رسم الدائرة حتى تكون دائرة منتظمة ومتساوية ونعطيها لون أبيض مخطط تفصيلي راح تكون بلا مخطط تفصيلي نحاول نرسم دائرة أخرى أو ممكن نفسها هذه الدائرة نسخ نسخ لصق ومن تنسيق تعبئة الشكل نطيها مثلا لون هذا الرمادي ونحاول نصغر حجمها قليلا ممكن أنه تكبر شوية وممكن أن وسع العرض ممكن أن العرض شوية يتوسع بعد جيد من المخطط التفصيلي راح نعطيها هذا اللون اللي هو لون الأرضية ومن المخطط التفصيلي الوزن راح نختار فد وزن معين وليكن هذا الوزن ومن تعبئة الشكل بكار ما راح نعطيها لون راح نعبيها بصورة ورح أختار آني هذه الصورة طبعا أنتو تحبون تخلون أي صورة ماكو مشكلة آني باعتبار أنه التقييم هذا راح يكون خاص بي الإحترافي فاختاريت هذه الصورة أو هذا البنار أنتو براحتكم أي صورة تحبون تخلوها ماكو مشكلة الخطوة التالية نكتب 2018 من خلال مربع ناص وبهالمكان نكتب 2018 نعطيها حجم حجم مثلا 72 bold واللون راح يكون أحمر مثلا ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ونخليها بيها المكان مثلا تكون ممكن شوي نكبر الغيمة تمام جدا هذه ممكن تكون بيها المكان جيد الخطوة التالية نكتب العنوان الخاص بيها التقويم مثلا أنا راح أكتب عالم بهال احترافي مثلا وطبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن اللون من الصفحة الرئيسية راح يكون اللون أبيض مثلا ونعطي bold تمام ممكن أنه نحدد النص ومن التباعد نختار واحد تيكون أجمل ممكن أنه نزحفها إلى اليسار تمام جدا ممكن أنه أقعدنا هذا النص نازل إلى الأسفل جيد جدا نكبر المقاس تمام ممكن هذه نكبرها إلى الأعلى وممكن اللون السمائي ممكن أنه نصغر قليلا تمام بهذه المنطقة راح تكون مساحة إعلانية انت شو تحب تخلي بهذه المنطقة أنا مثلا راح أخلي الشعار الخاص بعالم بهالاحترافي والويب سايت ومميزات الموقع انتوا براحتكم شو تحبون تخلون بهذه المنطقة راح تكون هي مساحة إعلانية أو إعلانية مثلا إدراج ومن تنسيق التفاف الناس أمام الناس وراح أخلي بهذه المنطقة تمام الخطوة التالية هي من إدراج راح أضيف صورة للويب سايت طبعا هذه صورة للويب سايت على شكل بي ان جي مثل ما تعلمنا شو نضيفها بالبزنز كارت وهو بل سي في وهذا مربع نص أنا ضفته بها المنطقة راح أضيف مميزات الموقع تمام جدا بالأسفل راح أضيف التصميم مثلا تصميم بها وورد من خلال مربع نص ممكن أن يكون من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ممكن أن يكون بولد ولون أبيض وممكن أن يكون بها المسافة باليسار جيد جدا أصبح عندنا هذا التقويم تقويم جميل جدا وحديث وذو لمسة عصرية نتمنى أن أعجبكم هذا التقويم وأنتم طبعا مبدعين قدرون تضيفون لمسات أخرى وقدرون تغيرون بالألوان وطبعا راح يكون واجب هذه المحاضرة هو عمل تقويم مثل هذا التقويم مع لكم إمكانية تغيرون الألوان أو تحبون تغيرون الأشكال ماكو مشكلة وكل واحد مثل ما تعلمنا بعد ما يعمل التقويم يصوره بالتليفون ويدزلنا يا على شكل صورة برسالة إلى عالم بهال احترافي نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة